الاستيوبروسيز اللي احنا نسميها من يعرف اش نسميها بالعربي عشت ايدكم هشاشة العظام او ترقق العظام نبأ ومن بعد اللي صوتكم صار مشترك اعتقد ليلى وزينا الخلايا اللي عدنا خلايا اللي هي بناءة واكو خلايا اللي هي تعويضية تصير بها عن البناء العظم منين متكونة هاي الخلايا شون تمبني منين ومنين المكونات الاصلية مالتها اللي يدخل بتركيبها قلنا الكاليسيوم الفوسفور والكاليسيوم عشت ايدكم اي نقص باي واحدة من عدهن ما راح تبتدي هاضي الخلايا اللي قلنا احنا كس زميلتكم هي قالتها هي مو خطأ من حاجتها مزين ايني اللي الانسجة خلي نقول اللي احنا نقول عليها اكو خلايا اه اللي هي مكونة واكو خلايا مزين ايني هي بناءة مزين بس هاي ها اللي تهدم واللي تبني زين فاللي تبني تحتاج تحتاج المن تحتاج الكاليسيوم والفسفور زين وبعد بقية المنيرال نحتاجها احنا بعد اكو انسجة اللي هي تغلف العظم اللي هي السمحاق زين بعد ادنى شرايين او ردة تدخل بيها فهوية اكو اشخاص يقول لك وشنو هو عظم ما لعلاقة لكن اذا ترجع على التركيبة ماتة رح تلقى اكو اوردة واكو شرايين تغذي بيه زين ايني فكل ما زادت حركتك زاد النشاط بيها هاي المشي المسافات اللي واحد يمشي بيها جكت الطي قوة وصلابة للعظم كل ما انت تمشي زايد كل ما رح تزيد صلابة وقوة العظم اللي عندك لانه رح يحتاج من عندك انه انت تعوضه بالكالسيوم بالفسفور بالمنيرال البقية اللي داخله بتكوينته زين عيني بعد رح يحتاج الى دورة دوموية تدخل لتغذيته فاذا قلت من عندها وهي شوك تتقل هذن الاشياء باني اتقل بالحالات المرضية تمام لما واحد يمتنع عن هواية شغلات من الاكل مالتها اوكي الصورة واضحة لو صار بها فتشي لا واضحة استعلا اوكي شو يمي لعد صارت مشوشة ممكن خلل بالنت او بالحاسبة او احتمال اوكي الاستيو بروسيز هي واحدة من الامراض اللي يصير بيها خلل بمكونات العظم اللي احنا قلنا هذن اهم المكونات الرئيسية لبناء العظم العمر الى تأثيره الامراض الها تأثيرها ماذا ينعيني الاجوية اللي تناخذ مرات اللي بعض الحالات اللي هتأثيرها ماذا ينعيني فالاستيو بروسيز تسمين بروس بونز ان اس دفاينز از بدكشن ان بون دينسيتي الونغ ود دينجريت مايكرو كروكايد دينجو انكريز سكليتال فرجلتلي ان تريت اوف راكجر افتر مينيمال تروم هنانا هاي العظم خلي نقول اللي هي المسامية واللي احنا نعرفها على اساس انه هي وانخفاض في كثافة العظم جنبا الى جنب معه الهندسة المعمارية الدقيقة اللي اتدهورت خلي نقول اللي صارت متدهورة واللي تؤدي الى زيادة شاشة الهيكل العظمي وخطر الكستر يكون هذا هنانا باقل صدمة اقل طخة واحتمال اصلا حتى بدون صدمة مرات ثقل الجسم وحده كافي انه يكسر هذه العظم وخصوصا اللي خلي نقول رؤوس العظم اللي خلي اللي بدايتها تكون ويا مفصل يعني هسا هذا اللي انا عرضة الكومية الهيد للفيمورال واللهيوموراس اللي تكون بالفخذ والزند هذني اكثر عرضي صيرا باقل طخة تنكسر مات الاضد زين عيني قريبة على المفاصل وعدنا العظم الفخذ اللي يكون هو مرتبط وين يكون موجود قريب على البلبس قريب على الحوض يعني حالة من الحالات اللي شفناها قبل يعني سنتين بالدورتين اللي قبلكم وحدة حامل خطية هي كانت ومجرد انه هي واقفة يعني دا تشتغل وفجأة ما شوف الى نفسها رأسا وقعت فدقلم صار قوي ووقعت بعد ما تقدر تسند نفسها بس هي حامل ما يقدرون ياخذوا لها الاشعة فمن جابوها للمستشفى وشخصها والحالة انه كان عندها كسر صار وين بيا عظم بعظم الفخذ زيادة الوزن اللي صارت نتيجة الحمل هي مو سمينة كانت خطية بس زيادة الوزن اللي بالحمل وهي عندها اصلا تعاني كانت سابقا من الروماتيز احنا نسميها زيادة بالعامية وبعد عندها هي هشاشة كانت فشخصها والحالة رأسا انه هي عندها كسر كانت بعظم الفخذ وبوقت فترة طويلة خطية على ان وصلت لشهر السادس يلا قدروا ياخذوا لها اشعة الرجليها لانتو عرفون انتو ببداية تكوين الجنين من يردون ياخذون الاشعة هذه تكون صعبة لانه شوه الجنين زيادة بعد ما يعني احنا ما تابعنا الحالة والوضعية مالتها لانه صارت امتحانات وبعد ما رجعنا للمستشفى نسأل عليها اما بقت يعني ورا الولادة سووا لها حرامات يعني مثل هيش حالات مفرض الواحد يتابعها مو تمام؟ نعرف انه الولادة مالتها صار بيها هي المريضة هما قرروا لها رأسا قالوا هاي عمليتها ما تجي بطبيعي يجي فتح بطن رأسا قرروا يعني مازين ايني فالالتئام مالت الكسر مالتها مو بسهولة يلتئم ما ارحك وضاهر صار خلل بال رح اوقف المشاركة واجع عيدها هذه العظام المسامية اللي نعرفها على انه هي اساس يعني تعريفها هو انخفاض في كثافة العظم اللي احنا دائما البون دينسيتي واني قبل محاضرة اكدتلكم على احنا شون نفحص البون دينسيتي زين ايني هذه مهمة جدا والمختصر اللي مالتها موجود ايضا يمكن استاد طاهر نطاكم اياه بالعمل لو ما نطاكم اياه احد يتذكرها نعم دكتورة اخذناها بالعمل اي استاد طاهر شراحها اي شون نفحص البون دينسيتي ما تذكروها اعتقد يعني هي بالامجين تست بين سماكة العظم اي ها اللي احنا نشوف عندنا بالكوم يعني بالاكس راي بالكمبيوت التومقرافي بون سكان نشوف احنا كثافة العظم مالتنا اوكي هذي كلش مهمة بكتورة ما شارحها ما موجود ما موجود بالمحاضرة اللي دزيت لكم اياها آني موجودة بني الفحوصات اللي احنا انا شارح استاد طاهر بس انا قصدع المحاضرة شارحها بالعمل ما قصدع هذا السؤال اه ها اوكي هو اهم شي احنا نسوي فحص للبون دينسيتي زين ايني على متحة نشوف كثافة العظم وشون نشوف الكثافة العظم راح عندنا احنا عدة فحوصات نتأكد من عندها اللي هي البون سكان الام ار اي كومبيوت التومقرافي حتى هذي مرات 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 بعض اللي احيانة كذا صاير الهشاشة كلش قوية تبين بالاشعة العادية بالاكسراي العادية اوكي احنا قلنا البون سيلز اللي هي عدنا الاستيو بليتس اللي هي الفانكشن مالتها شا سوينا فورميشن للعظم والاستيو سايتس اللي هي شا سوي ماتشور بون سيلز ذات فانكشن بون منتيننس اللي هي تبطيه شنو تبطيه؟ تبطيه فى عالية مو للقوة والبناء بعد هنه ثلاث انواع من الخلايا هكو احد يقدري اقدد ليهن اللي هي البون سيل اللي اهم شي هن الموجودات اوستيو بلاست، اوستيو كلاس و اوستيو سايتس عاش جيدك واللي بون فورميشن وعند بون منتيننس اللي هي الاستيو جينيسيز اوكي اللي هي خاصة بالبروسيس اف البون فورميشن تمام قلنا احنا يعتمد على فيتامين دي اوكي، وبعد الباراثايرويد هرمون ش سوين احنا كلش مهمة، مو الباراثايرويد نعم الباراثايرويد كلش مهمة الباراثايرويد يشتغل عكس الفايتامين دي اي ش سوى الباراثايرويد يحفز الاستيوكلاست من الماء في الكاليسيوم حتى تنتي الكاليسيوم دكتورة، الباراثايرويد مو يصحب الكاليسيوم من البون ويودي بالبلد، مو صحيح؟ ش سوينا؟ دكتورة، راح تكون خلايا الهادمة اللي العظم اكثر من البونية، فيزود الاستيوكلاست دكتورة، 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 اهم شي هي احنا هاي، حتى نتأكد من عدها، اوكي؟ احنا بعدها على الاستيوكروسيز، بعدنا واكفين، على يعني هذا السلايد، ما رحنا على غير السلايد، اوكي؟ بس احنا دريد نعيد على الخلايا اللي هي الهادمة والخلايا البناءة بالعظم، اوكي؟ نزيل، هسا عدنا لكلاسيفيكيشن، اوكي الأستيوكروسيز، احنا شون نصنفها؟ راح نصنفها على اساس انه هي تكون جنرالايزد، أستيوكروسيز، اكر، موصد كومالي ان فوست، مينفوزة الومن، اند مين ان دير، يعني اللي امرهم خلي نقول خمسين سنة، هاذا جنرالايزد، هاذا الامومية، اما السكندري استيوكروسيز، رزلت فرمان اسسوشييتد، ميديكال كوندشن، ستشاز هايبر باراثايرويدزم، غاية من عدها، شرحتها قبلها، من قلت لكم شنو فائدة الباراثايرويد، اذا كانت هايبر باراثايرويدزم، شرح يصير لنا زين عيني، فهاي الامراض اللي هي ترتبطوية السكندري، استيوكروسيز اللي يسببها شاشة اعظام ثانوية، هاذا جندراء اللي هوا، ريجانرال، استيوكروسيز، اموبلازل، مثل هايبر باراثايرويدزم، حاجة دراكن، او هايبر باراثايرويدزم، حاجة دراكن غنباستيوكروسي، او هايبر باراثايرويدزم، هنا قلنا نقسمها إلى ثلاث أقسام اللي هي الأمومية أو المعممة اللي نسميها generalize اللي هو as a general هذه تحدث بشكل أكثر شيوع عند النساء والرجال بعد سن اليأس وبأمر الخمسينات وما ترى الرجال والنساء بأمر الخمسينات الثانية راح يتأثرون يعني مو بس اللي النساء تتأثر بالهرمونات اللي هي اللي خلنا نقول من بعد انقطاع الطنف السكندري اللي هو راح يحدث هذه نتيجة أشياء ثانوية عن حالات طبية مرتبطة بيها والسبب هذه الهشاشة مثل من هاي الحالات اللي هي إلها علاقة بالأمراض الثانية عارنا مثلا فرط نشاط الغدة جار الدرقية موقنا الهايبراراثيروديزم اللي هي البراثيرويد وظيفتها انه هي شي سوينا تنظم لنا المنيرال تنظم لنا العملاح اذا صار بيها خلل بعدم الافراز راح يسبب لنا شي واذا زادت راح يسبب لنا غير اشياء مثل ما هسه زينب زميلتكم قالت هو فرط اللي انتاج مالتها راح شي أثر لنا زينب راح يزيد عدد الخلائل هادمة الأوستيوكلاس ويقليل الباني الأوستيوكلاس اشتيدك الأوستيوكلاس اللي هي تبني راح اهنان بهاي الحالة راح شي يصير بها هي نفس عددها نفس عددها لكن الهادمة هي اللي راح تزيد اوكي بعد راح اتقل خلي نقول تأثر على فيتامين دي وتأثر ايضا على الكاليسيوم في بعض الحالات اللي يزيد عدهم احنا نسميها النتوءات العظمية نتيجة لزيادة الكاليسيوم فيقوم يترتب ويتكلس بأماكن احنا مريدها من ضمنها شو سوينا سوينا الكيدنستون مو؟ واحدة من الأشياء اللي كانت اللي هي سركوا فورميشن بالكيدنستون قلنا هي الغدة اتجار الدرقية اذا صار بها خلل بالانتاج بعد عدنا اكو اللي اشخاص اللي ياخذون ادوية على الامراض المزمنة هواية من عدهم مثلا جماعة دايبتك هذا اللي هو يناخذ مرات المتفورمين هو شي سوي ياخذ على اساس انه يقلل من المواد اللي ياخذها الشخص عن الاكل اللي ياخذه لكن هو من دا يهدم مو بزا يهدم ال 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 الاشياء خلنا نقول الضارة لا يهدم ايضا اكو اشياء جديدة هموياها فراح يقلل من امتصاص الاطعمة اللي هي تفيد في بعض الاحيان اللي تفيد المناعة اللي تفيد بناء العظام هذا ايضا ايضا شوفوه الشخص اللي ياخذ المتفورمين بمرور الوقت يبدي يصير عدة الضعف زين عيني وياكل لكن تصير تشوفو ازنه وبعده نفس الشكل يعني من يوقف يوزن نفس الشكل لكن العظلات والعظام صار بيها صارت بيها العظام صار بيها الهشاشة صارت هاي الاماكن الفارغة والعظام تفقد عفو العظلات تفقد القوة مالتها من تلزمه للشخص تقول هذا صاير كبير بالامر يعني هو شاب صغير بس من تلزم يعني ايده العظيد او في شي مرات تحفوه من تلزمه تششوف تششوف احنا مرات بالعامية نقول لحمتها صارت طرية مهرها طا سامعين مو هالشكل مو تمام القوة مالتها اهنانا اختلفت بيها ايضا العظم نفس الحالة القوة مات العظم اهنانا هم راح تختلف بعد عدنا عدم الحركة ايش قلت لكم انا قلت لكم كل ما واحد حركته نشاطه مو تمام الرياضة يمارسها للرياضة راح تزيد من قوة العظام شون نزيد من قوة العظام لان راح توصل الها التغذية الصحيحة راح يبدي يبني بالاستيوبلاس اللي هي تبني العظام لانه راح تاخر تجيها قوة قلنا احنا اكو فين واكو عارتري للعظام اللي هي تغذيها اوكي يعني يعني مو بس بني الكيمو ثرابي هم راح يأثر لنا على مؤقت هذا يكون مو مثلا ل بني الأجوة ما للأمراض المزمنة يعني اكو مرضى ياخذون اكثر من سنتين وثلاثة كيمو ثرابي هم راح تتأثر هاليوم تأثر تأثر يعني مصفة لكم مياه علي وعلى عدائي يشتغل تأثير يكون جنرال اها اشتديكم يشتغل خلايا السليمة والمصاب اها يعني قيلت لكم مبدأ شي شنو مبدأ علي وعلى عدائي تهمتوا شون يعني يعني على الخلايا السليمة والغير السليمة من يشتغل اها بس هاي تبقى بعدين شنو تبقى موت هاي الخلايا اللي هي السيئة اللي بالجسم اللي سببت لنا هذا الدزيز قلتها راح تبدي شوية المناعة تشتغل عندنا يعني الخلايا المشور الأصلية تبدي تتنشط وهنا راح نشوف الحالة النفسية للمريض كل شيء لها تأثير إيمانك برب العالمين إلى تأثيره زين هذا قلت لكم سولفت لكم قلت لكم عندي أشخاص وناس قريبين إليه من صارت بليهم هاي الأمراض اللي هما مثلا سيئة بريست أكو أكو صار أدهم اللي خلي نقول بريم تيومر أكو صار أدهم بالماستويد هذا العظم اللي صغير اللي هو هو أساس خلي نقول اللي بالإذن الوسطى أوكي يعني تأثيره على السمع ف جماعة اللوكيميا قلت لكم عدي واحدة كانت اللوكيميا هذين الحالات اللي تابعناهن وشفناهم يعني مقارنة اللي بنفس الوبعية بنفس العمر واللي كانوا ما عدهم إيمان ما عدهم تفائل راحوا وانتهوا بس اللي متفائل وقد ثقة برب العالمين عالية وقراءة القرآن شافوا لها تأثير زين أيني بعد هذا الصوم اللي واحد يصوم قد إلى تأثير بقوة ونشاط الخلايا داخل الجسم هذه ثبتوها حتى الأجانب ثبتوها وقاموا ويشتغلون بها أوكي عفوا دكتور حالة نفسية حتى السبب وفاة الشخص نفسه بالضبط كنت له يعني يكون حيارة يعني بس ممكن نتوفر بشكل صح صحيح زين أنا دائما أثمر بأكو تجربة سوها هدلر بني على واحد من المساجين اللي موجودين عنده بالمعتقدات عبارة عن سوم يعني تقربا قلت لي يوم واحد ما اعترفت راح تموت ماذا اجي ثاني يوم اجي الصدق انه متوفي هو مجرد يعني تسريب بالماء يعني موشي ثاني لا أكثر صحيح الحالة النفسية كل شي إليه اكو حد احنا قدنا مثل عام يعني عند العرب اوعدك بالوعد وازكيك يا كمون زين فهذه كانت هم مثل هاي الفكرة انه هما اه اتفقوا واحد يعني يسوي سم للثاني ايه اللي راح يسم الآخر زين فالاول واحد مسيطر وعرف صاحبه راح يسوي فهو قاعد يسوي قال يلا انت تزقين السماتك واني راح احضر على السماتك وهذا يبقى الكل يدوق يدوق يطحن قال هذا يسوي لي يسوي لي زين ذاك اخذ رأسا عرف نوع السم اللي هو راح يطهي فاخذ المضاد مات ومشت الامور وعبرته ما مات بس زين فالثاني من الهار يسمع صاحبه قاعد يدوق يدوق انا بحث بس وصل لي ما كنت طهية وهو كوش ما كان به رأسا مات فخلى باله انه هذا شي قوي اقوى من اللي هو سوى زين صحيح يعني كلامك وهو يكو قلنا احنا ارجع واقول الايمان برب العالمين والايمان بالقدر كلش مهمات يعني انا اذا اكون مسلمة حقيقية لازم اؤمن بالقدر من الصير اي حادث اي شغلات اقول الحمد لله والشكر واكيد بيها فائدة اكو بيها فتشي صالح لهذا البشر ما صار عنده هذا الموقف او صار عنده هذا الشي زين ما يرسل شي رب العالمين لهذا البشر اذا ما يكون رحمة ومخفرة الى زين ايني فاللي يتألم يخلي بباله انه هذا الالم يستحمد ربه عليه ويقول هذا الالم خفف عني ذنوبي بس بشرط اذا عده اشياء سيئة ما يعيدها مرة ثانية فهذا حقيقي ينمسح عنده زين يعني اكو حديث نبوي شريفي يعني انا مو كلش حافظته بالنس بس يعني يقال انه رب العالمين يقول ان الله يعز عليه ان يعذب عبده مرتين اما بالدنيا او بالاخرة فاللي صف بالألم مالته من الآلم بالمرض فهذا يكون عذابة يختلف عن اللي ما متعذب بالدنيا مالذيين يعني هذول كانوا عندي يعني الأشخاص اللي هم مريضين بعد ذلك فكانوا أكو هواية يعني ينقهرون يتأذون يتذمرون على وضعيتهم وليش صار عدهم هاي الحالة فهواية أكو أشخاص يعني واحد من عدهم كان هو ملة يسموه يعني بالجامع يعني هو ما يقارب خليني يشبه الشيخ فكان يقعد يطيهم في المحاضرات في الأشياء عن الإيمان بالله الإيمان بالمعتقد ماتك الإيمان بالقدر زين فهواية أكو يعني وابعيتهم متحسنت حتى هو نفسه هو هذا اللي هو جامع اللي نقول نحنا نقول له شيخ يقول لا أنا ملة زين يقول لا أنا ما وصل للمرحلة أنه أنا أكون شيخ زين أنا نرجع لمحاضرتنا أحنا قلنا صنفناها بالجنراليز وأكو عدنا السيكيندري وعدنا اللي هي نسميها ري جنرال أوسيو بروسيز شنو معناتها ها يا شباب يا شباب يعني نسيب منطقة آينة آها عاشت أيضكم تخص الشخص نفسه تخص هذا الشخص هذا الشخص يأما احتمال صار عنده أمبوتيشن في مكان ما أوكي مثلا ضربة قوية على فد آآ عظم من العظم اللي تخص هذا الشخص سببت له عدم الالتئام عدم وصول الدن بصورة كفاية هذا خلته هذا العظو ما يتحرك يعني مثلا لا سامح الله واحد مبترت رجلي مبترت بني خلني نقول كف رجلي أو بحد البقية العظم اللي موجود ما راح تواصله المواد الغدائية مثل اللي من كانت رجلة قوية وتتحرك والرياضة بيها فأغلبية اللي يسولهم أمبوتيشن شي يسولهم يسولهم فيزيكال ثرافي يسولهم التمارين العلاجية أوكي يخلوها بحيث تتحرك وكأنه هي تتشتغل فعاليتها ولذلك يكون قسم عندهم شي يسولهم يخلو لهم الرجل الاصطناعية أو القدم الصناعي حتى يقولوا لا تحرك امشي لا تبقى أنت ماكو عليها هذا من الرجل الصناعية موجودة ورح يصير أكوف الضغط الساق نفسها أو الثاي من رح يصير الضغط على هذا القدم الصناعي رح يبدل بجهود ولذلك كل جهود اللي يبدله رح يصير إليه فد مردود لازم توصل تغذية إلى هذا المكان زين فهذا قسم من عندها قلنا نتيجة عدم الحركة لهذا العضو أو اللمب اللي هو صار بالخلل يعني صار بتر أو صار بالتجهيزات العصبية مات زين يعني يأثر عليه فهذا نسمي هم بالعربي الفصيح يسموه أقليمي زين بس هو يخص الشخص نفسه أوكي إذا عدت مشاكل مثلا الحشاشة صارت بسبب مشاكل بالتغذية بالدايت هاي يعتبر سكنداري أي أي تعتبر هاي ما لسوء تغذية تجي من جماعة الأنيمية هذول اللي ما يأكلون أكو قسم فشي ثاني خلا أقول لكم يا اللي سوون قسم معدة اللي يأخذ كالسيوم كميات كبيرة أيضا يكون عرضا لأستيال بروسلس أه ليش يأخذ كالسيوم كميات كبيرة يا جماعة من أم جماعة لايبو لايبو باراثاروديزم باراثاروديزم أو بعد جماعة عدزيلكيلية هذول اللي يسوون غسل بالديلزة هذا كل دي يطلع خطيئ بالغسل مالتهم أما تنصر عدوم ذول الهشاشة أوكي هذا هم ثرابي هو هذا الديلزة هي ثرابي لهم النوحة الثالثة الرجال بس جماعة البتر يخص البتر وأكو قسم من عدهم قلت لكم اللي يصير عدهم بارالايس بعد خلي نقول أكو أشخاص اللي يصيرون جماعة الستروك CVA هذولا شوفون من يصير على تق جهة وحدة ومرور الوقت هذا الليمس أو اللي خلي نقول الجهة اللي صار بها اليمنى أو اليسرى خاصة الرجل أو خاصة الإيد أو نفسه نصف الجسم فتشوفون هذه أيضا لها كأثير رح تصير بها الضعف يعني دكتور إذا هو قبل الخمسين سنة وأشياء يعني ما يتناول أشياء بفشار العظام رح نحاول على حالة ثافة عيديها عيديها هو المريض قبل خمسين سنة صار عنده صار عنده ستروك على سبيل المثال وهو قبل خمسين أوكي قبل خمسين سنة أكو مرات تافي هنا أكو أربعين صارت عندها نقول عليها جلطة دماغية وسبب العاقة تام ما تعالج من عندها وبقت إيدة رجلية صار بيها تحدد وعدل الحاكة هذه نسميها من الري جنرال وهو وغشات العظام بسبب هو يتناول مثلا الأدوية أو سوء تغذية نتيجة نتيجة تناول العلاج بفترات طويلة أو استخدام يعني خلني قلت لكم على سبيل المثال هو يعتبر ثرافي هذا ما التاني أكثر عاليا عدم الحركة لفترة طويلة اللي هذول اللي راقدين بالفراش هذا هم إلى تأثير حسنا قصد أنه جاني مريض عند استخدام سوف رح نشوف أنه سبب لهشاشة هو العمر ولا أشياء يتناول ولا قلت حركة فهذه الحالة سوف نقل الحالة الثانية الحالة أذرا أم البنين الحالة الثانية كيف تخلط أنها مريضة يعني الحالة المرضية السكندر دخلط دخلط والبنين دخلط بين الثانية والثالثة مين هم هو متعرض الأدوية ولا عنده قلة حركة بس هو عنده نشاسة في اعظام فهذا الحالة سنخليه حالة ثالثة لا أحبيتي باعي هذا الحالة الثالثة تخص البتر تخص البتر تخص بعد يعني واحد فقط عضو من أعضاء جسمه الراقدين شوين بالثانية هذا بالثانية الراقدين يعني حتى الذين يصيرون جماعة الستروف ويرقدون فترة طويلة فأعتبر هم سكندري لكن من صار بسكندري رجال صار غني ترك قام يتحرك هذا قبل صار عند الستروف مو أو النوبة عني إذا بقع على الستروف فترة وصار تقدل ها شاشة نقول ها من نتيجة long term mobility أوكي ما يتحرك لكن إذا هو قام بدأ يتحرك لكن ارتكاز على جهة معينة هذه جهة الثانية ميدا يقدر يرتكز عليها حالة حالة لأول تخص فقط العضو اللي مقام بعد يتحرك ونركز عليها أكثر جماعة البتر يصبح لديهم بتر النوع الثالث لأن السكندري يصير يصير به هذا عدم الحركة قلت لكم جماعة السطر لكن من يتحرك زين هو أكو حركة لكن الجزء اللي مدى يتحرك مثلا الإيد أو الرجل زين دكتور يقدر يكون مثلا أكثر من نوع لأنه هو يعني وصف السكندري مو اختلف من الريجنال والجنرائز يعني مثلا يمكن هو يكون أو سكندري وممكن نفس وكذا كان سكندري وريجنال في جنرال تخص إذا أكثر هي جماعة اللي يصير عدم أمبوتation يعني هذا يكبر سكندري لحفلة مرضية ثانية يمكن يكبر رأسه هذا غير شكل هذا هذا يسموه أقليم يخص العضو نفسه احتمال مقام التوصل لتغذية كفاية زين فقد الإحساس العصبي بي أو قام ما يوصل صار أسكيم زين يعني دكتور قلت بالCVA مرات لما يصير جهة معينة جهة تشتغل الفعالية وجهة لا تشتغل فالجهة لا تشتغل بالفعالية تصاب الاستيو براسس فهذا لا يعتبر ريجينال في الوقت هو ريجينال هو سكندري للCVA أه يعني هو بدأ سكندري وبعدين تحول إلى ريجينرال لا يتحول يعني لا يعتبر يتحول إلى ريجينرال لأنه صارت بسبب هذا الشي صارت بسبب هذا الشي يعني شكرا دكتور زين تساعدنا احنا راح الرسك فاكتور عوامل الخطر اللي اتخص الاستيو براسيز ادبانسي ايج رسك فور استيو براسيز اللي هو تقدم العمر كل ما شخص يكبر بالامر راح اتقل شهيتة للطعام شهيتة والنوع الامتصاص اللي راح يصير مثل ما قلت لكم محمد عشي عال سكندري قلت لكم مرات اكو اشخاص اللي يسوون قص معده راح يصير بها راح تمتص هو يأكو شغلات تفيد الجسم فشوفوهم يصير قدهم الهشاشة الهشاشة العظم والكسر بصورة مفاجئة اوش يقولون هاي الملكانات رأسا يصير عدها كسر فجأت النتيجة سوء التغذية لانه صار عدها هشاشة زين بتينكسر بسهولة اوكي قص المعدة بادبانتج ودس ادبانتج الادبانتج انه الشخص اللي يريد يحسن مظهرة او اللي يريد يرشق شغلات المهم فاتشي شخصي لكن البيت دس ادبانتج انه راح هوية اشياء يعوضها عن طريق يأما ياخذها او يشوفون في الطريقة يعني خلنا نقول على شكل حبوب او شغلات اللي يحاول انه تمتص مو بالمعدة تمتص بالانتستن حتى يستفاد من قدها لأن نصل هضم والامتصاص وين يصير بالبداية بالمعدة اذا نرجع على الجهاز الهضمي لازم نبدي احنا بلقائمات صغيرة نبدي بمضغها بطريقة صحيحة لأن السلايفة تلعب دور تفكيكها تسهلها وين تسهل دخولها للمعدة المعدة بعد بانزيماتها اوكي راح تتحلل وتصير على شكل سائل بعدين تندفع وين تروح تروح عن طريق الاثنين عشر وتبدي هنا القول بلدر تبطي العصارة مالته وتبدي خلي نقول العمليات الامتصاص الثانية والتفسيخ الثاني اللي هنا راح يصير راح يدوب لنا الدهون ويحرر لنا الفيتامينات اللي هي ذائبة بالدهون واللي هي لو ما القول بلدر هذي ما تتحرر هاي الفيتامينات فاللي شي اللي تقول بلدرج قلنا احنا راح يبدي يتعوض بغير شغلات بالبداية بس بعدين تبدي هاي التقطيرات الصغيرة لمدة ستة شهر احنا نمنع هذا الشخص من تناول الدهون من تناول اللحوم نخليه حتى جسمه يتكيف ويتعود على هاي القطرات اللي تنزل بطريقة بطيئة وبسيطة الى الاثنى عشر تمام وحنا قلنا هالشكل مو هالشكل قلناها لو لا قلنا هذا الشخص اللي يسوي عملية ماتة بعد جماعة الثايرويد ثايرويد لما نشيلها بعدها راح يعوضو بمن راح يعوضو بالتابلت بالثيروكسين زين راح يعوضو بيها اوكي فهذان الامراض اللي هي راح يصير اكون تعويضات بيها لازم بالعلاجات اوكي لكن اللي قص المعدة ش راح يسوي له احنا راح يصير كمية التناولة للطعام بيها كلش خليل راح يصير اللي بزور بشين ماتة راح يصير ضعيف زين ايني كمية البناء ما راح يصير كبيرة بالعكس بالبداية راح يصير رأسا هدم سريع ولذلك يضعف بعدين يتوقف الى مرحلة على قد اللي تبدي هذان هي شغلات اللي خلي نقول الامتصاص الهرمونات ماتة ترجع تتكيف على قد اللي هو موجود ولذلك يتحدد الوزن ماتة ويتوقف اكو قسم من عدهم حسب نوع قص المعدة حسب نوع قص المعدة واللي احنا اخذناها بالبداية اكو ثلاثة نوع من الباقوتومي مو دكتور ايه المعدة الانزيمات تتحول المركبات المعقدة الى مركبات بسيطة يقدر الجسم يمتصها اهه اهه هيا كلها بالمعدة وقلت لكم نبدأ احنا من السلايفة وبعد الاصارات اللي بالمعدة وبعدين اكو شغلات اللي تروح بال بالاثنين عشر واللي هي الصب من القول بلدار مو ما نقلتها المعدة اذا قصت نصها او صار تحويل مسار هاي الفقرة كلها اللي ساعد على الامتصاص راحت الطعام من يتحول يصير الى غير نوعية راحت هاي الفقرة مو تمام زينب هذا قصدت احنا تعالية الامتصاص اهه الجسم ما رح يتحول على المركبات يعني هي تكون معقدة فالجسم ما يمتصي توره جسم ضريب يترحم اه شتيد فهن هذن اللي قلنا عليهم اوكي طبعا اللي داي 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 ركز على المحاضرة وداي تواصل داي عرب داي ربط بالمواد مالتها بس اكو قسم لا مدى اشوف اكو تواصل وياي بي هالحالة طبعا يلا اسراء شنو سؤالك استاذا يعني هو السبب الرئيسي لهشاشة العنام عند النساء هو انخفاض مستوى هرمون الاستروجين زيان يعني ما ممكن انه مثلا ننطي انجيكشن اي ليش ليش اكو اكو ينطون اللي يتحسب نفسها خصوصا اذا كانت بعدها مواصلة للمينابوس يطوها راح يتحسب بها شوكت يتحسب هذا الهرمون لما تروح تفحص وتشوف عندها اكو تكلسات تصير بالمبايد ننطوها بس لفترات معينة ولازم تتوقف بعد فترة لانه راح تكون مرضى للكانسر بالضبط بس اللي كبيرة بالعمر الكبير بالعمر ما راح يدخل بس المينابوس اللي احنا قلنا عليها يعني انقطاعة طمت ما لا علاقة اكو هواية قويين ونشطين لكن اللي يدخل هنا نشين وبعاد تقدم العمر عمل الجهاز الهضمي هذا راح يدخل دور بي كل ما الشخص تقدم بالعمر المعدة مات ما تصير اذا من تبهين الراعتكم اكبار بالعمر بالبيت اجدادكم ببياتكم وتشوفوهم اقل اكلة اقل اكلة وش رأسا نقل لا ما اقدر بعد صار عندي جالي صار عندي حموضة بعد ما اقدر مو تخلوه ليس لان غلطان مرات تشوفو حلقت هذا يأكل ويكتفي عذرا دكتور هم الكبار بالسن تكون عمليات الهدم اكثر من البناء عكس ال اشتيد اشتيد اي اكو صوت امل بس يمت ما اكو صوت بس ما عارف او المدى تسمع خطيه زين نكمل ريسك فاكتر حتى ما اخركم وما عدكم اليوم امتحان لا دكتور ما عدنا الحمدلله زين احنا نحن نريد نسوي امتحان ثاني للبالغين يا رايب دكتور اي اوكي خلننخلصها خلننخلصها هاي واقول لكم زين حتى نكمل بالعجل وما اخركم لان هتكم وراكم هس يمكن بارثافيسيولوجيا وراها اي نعم حتى نحن اوكي ما اخر اللي قلنا اللي هي العوامل الخطر قلنا الادوانسينج ايج رسك فور استيوفروسيز سيكس هرمون ديفيشنسي زين عيني هاي الهرمونات اللي نتيجة تقدم العمر نتيجة اي شغلات اللي صارت اوكي بعد عدنا الهرمونات شغلات تقلب هي مو تقلب هذي شي نفس مستواها لكن اللي دينشطها تتنشط غير مواد اخرى راح تبين بقية العناصر كأنه ضعيفة زين بعد الامراض المزمنة مثل امراض الكبد او امراض الكهاب الامعاء زين ايني اذني لها تأثيرها بعد ال ال اذا اكو عدة كسر او كسور سابقة السن اللي يأس المبكر بعد التاريخ العائلي اللي يعني للام اذا كان عندها كسر بعظم الورق اوكي بعد اللي عدم الحركة ذول اللي خاملين اللي ميت مارسون الرياضة يشتغل ذول بس قاعد زين يعني ما يبدو الجهد والتدخين ايضا والكحول اللي تأثيرها بهواية امور يعني التدخين وال والعياذ بالله ذني الشراب المحرم لقو اغلبية الامراض لتأثير احنا قلناها لما رح يصير ذني اعطني اجتمعان والسبب البالجينج بال الفين وبالارتري اللي يسبب الاثير سكلور هذا عدم وصول الدم كفاية الى انحاء الجسم فبسبب السموكينج بسبب النيكوتين وبسبب الكهون الابيوز اوكي هذه الصورة زين عيني هذه الصورة شو توضح لنا توضح لنا البون لوز عن الكمبولجين فراكش شوف هي هذه صارت الهشاشة زين عيني وهو شوف اللي عظم عن نفط ورعي نفط شكل لكن صارت شنها سفنج شنها ما تسبب جبوب شايفينها هاي الثقوب هذي اي ضغط اي طخص صغيرة حسب بنحتها وكسرها واذا صارت بالعمل فهذه كاته سبب للشلل اذا صار بيا الكتر اوكي ايضرا بالصانية قد دي الراس انه العظام اول يبدأ يصعد شخص هشاشة عظام اول ما يدفت الكروا وتربط فك رفق عظمية صغيرة فهي اول من تأثر هي يعني يكون عرض اكثر شي للانلاق اللي صار بدعم الفقري اي اي هي بالبداية شوفوا هي هستاذ شوفون اكو الفقرة من الفقرات يشون من نحت نحت انتبهوا لها شوفوا لها الصورة بالبداية ما اعرف هذا الموس تشوفوا الموس من التحرك تشوفوا هذا تشوفوها هاري بدأت لها شاشة شوية شوية شخص ما يدري يحس اكو في المظاهرة في البداية لكن تحرك تهدم هذا و تكسرت و اثرت على الفقرات شو تفعل له شو تفعل شو شوية 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 حساب تضعها و تضعها وهي الفقرات اللي صار بها الهشاشة زين يعني حساب مكانها استاذ بالتقدم بالعمر تنضغط فلذلك قصر يعني بالكبار الثاني لذلك يرحب من هطولهم هذا اللي آني هس اللي أعطيت لكم إياها بيمن أعطيت لكم إياها بالكيفوسيز والدوسيز إذا هس أرأس لكم مشاربها بالعرب حتى شوفوها هذه هذه تتأثر وتبين إيش وكيت بالأول دائج عاشت إيدكم وسهي بالمحاضرة هم عندنا هم موجودة أوكي رح يصدق تغيير قطار شوية جات شوية في صغار ما عرفت صغار يقصرون يقصرون عندي أستاذة قبل كم يوم شفتها جتي زين للكلية من شفتها حرام يعني ما لكو يتش خطيئة قلت لها دكتورج قلت دي صغيرة صغيرة يعني إحنا من نبكتها مثلكم يعني طلاب ونمش بصفها هي أطول من إدنة ومع العلم عني هستهم هم هم كبرانة وهم قصرانة هم بادي عندي بدي يعني هي قرأت عن التطور حياتنا مزين عيني لكن إحنا أكو كبير بالعمر شي صير العظام لما تبدي تنحة وحد ولما يصير بها الأستيوفروسيز وحد الهشاشة وحد أذني ش صير الدسكات ما بين الفقرات بمرور الوقت تنحة زين أنا تروح هذا الكارتلج اللي بينات لها تأثير بعض وياها ش صاير هنا هنا ما أصلا الدسكات ما موجودة هنا أنا رايح أقدم العمر تروح الدسكات اللي بكل المواصل أوكي جال يقف العرب ياش من جديد أنا أفقر أفقر هل هذا كثير العرب موجود أه أحرك السلايد مدير أحرك أحرك أوكي نساعد 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 أو أو البرسيج اللي تسميها زين أي حتى مؤخر كم حبايب عندنا الفحوصات الخاصة اللي هي سبيشال ستال نساعد الفحوصات خاصة اللي تسميها قياس انتصاص الأشعة السينية أي اللي هي يسموها ثناء الطاقة وعدنا اللي دي اي اكس اي هي يسمى قياس انتصاص الأشعة السينية هذها هو ثناء الطاقة بنستخدام الخياة بثافة العظام أو بثافة المعادن في العظام هذا يأكد انه اكثر بعد وجول الهشاشة بعد مشخيص اللي هو الهشاشة الهشاشة وهذا التشخيل فيحدد الى مخاطر الكسور اللي تسبب وينجم عنها تغير بهشاشة العظم بعد قدنا بلا تست اللي احنا شناخذ من اده نشوف الاختلافات الكيميائية اللي صار مثل مثل الكاليسيوم الزلال الفوسفور دان ايني وايضا الكرياتينين اللي هي زيادتها دولة جماعات اللي حددنا جماعة عجزة الكلية هذة الصورة دان ايني هذة الصورة شوفوا شوفوا رح صار العلاقة ما بين فقدان الطول وهي هشاشة العظام وتقدم بالمر اوكي هنالب عشر سنوات الاولى من شباب شوفوا الصورة الثانية هنا صار بها بدت صار اخصر اللي هما العمر شوفوا اشوفوا 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 الاختلاف الاختلاف بها شوفوا من شابة شون حلوة عمود الفقر ومن صغيرة شون صارت وضعيتها بسر تقوم بالضبط المناسبة حتى هسا انتم مو شباب صغار قاعدتكم طريقة قاعدتكم بالقراءة قاعدتكم بتناول الطعام الجلوس الاعتياجي هذا هم الى تأثير هذا هم يساعد تدرون بها لو لا حتى تنطبون اللبس هذا اللي ستكعب العالي هم اللبس الحقيبة اه اشتدي لكم هذو 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 تقدروا حتى لاحظية حتى لاحظية اللي تلبس هاي الها تأثير هذين يعني اللي دائما تلبس صعب عليه فتتحضر انه هي بعد الـ 25 سنة بدأت قوس العمود الفقري وان شاء الله بخير وسلام السلام المهات الزوجون صغير تكون تقوس العمود الفقري ويصير اللاج جيد حلو ازيان اوكي اذا كان تقوس امامي اي واخو خلفي اذا كان اكو تقوس امامي فهو اكو خلفي اوكو جانب دوردوس اللي هو عند الاطقال لسبب حملهم الحقيبة المدرسة اشتدي اشتدي اعظامهم ليلة اي اعظامهم بعد هلين فهذا في فوسز والاردوسز مو في فوسز والبعش وانا والاردوسز واسكلوروسز هذا الخلفي مرات ينوالدون عدهم هذا موجود يكون جنتل اكو قسم من عدهم اوكي هذا اللي انسي من الخلفي حس نتون نسوي نحن طبعا البرانس داية هاي كنتم عن الغدائي راجعوا معتوا طرحات المدى او اكو سوء امتصاص بالمعان هذولا ايضا عندهم هاي مشكلة انو لازم ياخذون مكملات لطعم مالتهم بعد اه 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 خلننقل رجل رجل رويت اه بيرننج اكسرسايز وووكينج الجماعة اللي استخدمون التمارين الرياضية ومشي وحمل الافقال هذول يدرون ماذا ما يزيدون بهذه النشاطات للمدفتر بعد اه يعني نحن نقول النصائح اللي نمطيها على تغيير رضا ايضا جزء من افعاية وادارة الشخص المصاب بهشاشة العظم لازم احنا نمطي التوعية الصحيحة في تناول الطعام وطريقة العالم مالتقلنا بعد اذا واحد يريد ينزل وزنه نقول لأنت تدريجي نزل وزنك مو تسوي رجيم قاسي وفجأة نتنزل الوزن قد يأثر بهوائي الشغلات يأثر على تكوين حصى المارة هذه الشغلة لان رح العضلات يصير بها شون التدخل تهدل تسحبها هاي القربة بعد خليها تنعصر وتذوب الديون بعد قدنا بالفيتامينات اللي تكون الكاليسيوم والفيتامين سي وايضا يعني خليها ايضا شي احنا لدينا الكاليسيوم اللي تساعد على بناء وتكوين هذه الخلايا البنائة العظم حسنا احنا قلنا دائما ننعيد التدخين وتناول بحفور هذا يمكن عنا ويجنبون ايضا هي المشروبات الغازية والصطعم المشروبات يمكن التدخين على بناء العظام و احش التدخين اوكي لدينا الاستيومالايتس الاستيومالايتس حالة تختلف عن الاستيومالايتس اوكي الاستيومالايتس هي انفكشن اللي يصيبون بالبون انفكشن بون أقر due to extension of soft tissue infection that bone contamination blood bone separated from another side of infection typically occur in an area of bone that has been traumatized or has lowered resistance اهنا لانا التها بالعظام يحدث اش وقت يحدث عليه اذا كانت اكو عدوة بالانسجر رخوة او تلوث العظم المباشر تلوث العظم اشنون رح يكون هذا نتيجة الاكزيدنت رح يصير اكو كسر اكو جرح او حتى بدون كسر جرح جرح بالجسم تدخل هاي المايكرو انجر اورغانزم اللي يسبب تلوث بالعظم بالالتهاب السمحاق اللي احنا هو اللي غلف العظم اوكي يعني هذه اكو تنتشر عن طريق الدم وايضا المواقع الاخرى اللي يصيب الالتهابات يعني بالجوينت تصير تصير بالتونسلايتس الالتهاب اللوزين تدخل بمجرى الدم وتفتر لما تصل لهذه الاماكن تسبب الالتهاب هاي اذا كان جرح مباشر ودلت للمسرع الدم يحدث ايضا هذا بمنطقة العظام اللي قلنا اعرضها للصدمة او مقاومة يعني ما بيها مناعة مفجأة دخلت المايكرو ارغانيزم بكمية كبيرة ومناعة الجسم ما قدرت سيطر عليه زي العفو هي الاسرومنلايتس يومو التهاب النقي العظم يعني هو انفش للبون مارو يصير مو للبون سا لا مو بس البون مارو بكل العظم كل العظم لانه هاري الاسرومنلايتس مالتا من هي استافيلو كوكاس اوريس او زين بعد اكو اللي هي 70 الى 80 بالمئة من ادها واكو انواع من اللي هي الايكولاي البروتيوس السودامونس هذين يدخلن بالتلوثات الصيق شوفون ذول اللي اكو مرات يشتغلون ويا الحيوانات ويا الانمال اللي يعني اللي خلنقول اللي حلبون الحليب اللي اللي عدهم يعني خلنقول اللي بالعرب واي اكو خطيه هذول ديانات وما مجرحة وما ينتبهون وهي هاي تكون موجودة بالفيس زمالة الحيوانات فتدخل تدخل هذين يقلهم وسبب هواي اشياء فيصير اكل التهاب بجدار العظم مرات واحد قاعد وشي يقول اخ شون المصار بالعظم ماتي كلش قوي لما يروح يسوي فحص يقول له يقول له عندك التهاب بجدار العظم يعني بس الجدار ما يصد بالنقي يصير يصير بالنقي بس اذا صار بالنقي يصير امراض ثانية ويا يعني المصطلح يشمل العظم هو رح يكون هنالتهاب العظم والنقي مالته يعني هو بس العظم الوستروم لايت نبأ بكل العظم كل كل محتوي العظم من يا عد هي الخلال العظمية هنا ثلاثة و المخل العظم عشي هو من التهاب هنا نصار بكل العظم والنقي مالته اوكي 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 دكتورة مشكورة اهلا وحبيبتي دكتورة احتمالي انتقل الالتهاب للمجرى الدموي لانه اكو هناك تروية دموي هو مجرى يدخل هو هو شون ندخل لعدة احنا نبدأ دائم مجرى اكو دايركت واكو اهلا قصدي على دايركت ولمن راح ينصار لعظم مماشرة راح يبلش الالتهاب بالعظم بعدين ينتقل للمجرى دموي عشي لما نوصل لنقيمات العظم وقلت لكم شون كان اكو صاير فراكتور مرات ايه الفراكتور اكو ووند اكو قسم العظم صرح حوادث لهم شي صير يا اما والفراكتور سبب الووند لان كان الكسر مات مو طبيعي وسوى او 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 اشتيد فهذا خاف علي شوفون بالحوادث بالأشياء رأسنا شيقول لها غطيها الرجل يغطيها ليكون اكو فالشي يدخل بيها او هما شي سوون رأسين يغسلون غسل يغسل يقول ملحي حتى شي يسوي اذا اكو اي مايكرو ارغانيزم شي بلها بسبب لها وسبب لها بعد راح يصيب بها نسيطر نحاول عليها وشو بدائما احنا نستخدم ها وياهم رابع شبطهم خصوصا اللي قطية الصعبات جماعة الحروب او الشغلات اللي صارت بسبب الرصاص متسرت للعظام والمكان الاريال اللي صار بها مالذي يخلو لها يخلو لها مالذي نسمي الحامو مالذي تحول لا مالذي يدير لها مالذي يدير لهم ويوجد التعقيم هذا الهيدرو كورتيزون مالذي لا عفو نسيته راح مبارك كورتيزون مؤلمة للمريض مساعدة سوف لكم ونذكر اللي صارت يعني بهذا للجماعة يكيت لكم الحروب اللي كانوا يجيبون إياهم بالأصابات والحرب مالذي 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 خطيط هنا ويعني هاي نستخدم لما يتشي شغلات مالذي 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 يستعملوا دماعة اللي عندها تقرحات مالذي مالذي آه عاش جيدش اي نز mand 1980 هاي شغلات زود أعضب زود هاي هاي uar عشق هوي هاي 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 معرف ليش هالكل سادة الشكل في الدقيقة هسا اسويها. واضحة الصورة. السورة. الخير بد險. عشرة الصينة السبتمية ل´است Авillo ماي guessed. ق this one swelling under over the area of infection. and illness and the a secret areaspeak فاتيك. بس احنا العلامات والاعراض راح يتخص يحس اكو في مكان ما اللي هو بلج بياله راح يصير خفيف. راح يصير اكو حمرار. كتوره مرات تبدي تورمو شوية. بعدين تبدي صير تدفع. حسب طرعية المريض. راح يحس بيها. اوكي. يحس اكو في التورم. بها التورم اكو فد الالم. والالم يخليه ينتبه. يشوف اكو صاير فد حمرار. فد دفع. فد اه ورم برج ده من تفخة. زين عاني. بالمنطقة اللي هي صار بيها الافكت اللي هو صار بيها الافكتهاب. تشوفها دائما تعبان لانه الانفلاميشن بروسيس تشغل قده. هنا انا راح اسبب له بالتعب الداخل. يخلي نجلي الجهاز يحس بيه. ماشي حركة مستافة قليلة فجأة حيحس بالتعب بيها. بعد منها بيه اللون دي يصير بيها ده. راح يصير اكو اه يعني باص يطلع من عندها. بمقام اللي اذا كان لكو جرى فتوح. زين عاني. واغلب الاحيان. بس شي صار عندهم في بعض يعني من الحانات. هي رأسا نقول ترتفع درجة حرارة. حسب الانفكشن او كمية المايكرو الورغانيزم اللي بداخل باسم هذا الشخص. العلاج الها طبعا عادة هي اللي ترسمت هي. اي بي انتبايتك. ننطي دايركت حتى يكون مفعولها سريع. ومثل التابلت. التابلت يستر مفعولها بطيء العمل. ينطي دائما نشوفوهم. الانتبايتك. تشوفه يطيه ابو الواحد غرام. مرات يشتغل على مرتين باليوم واحد غرام. وينطيه مرتين باليوم. زين عين. اي بي. واقسم من اجهم اا يعني نطب الوريق الزيق وعلى مده طويلة واحتمالي طويل من اربعة الى ستة اشهر. حسب الانتهاب اللي صار عند هذا التخص. الانتهاب اللي خلعهم. هذا مو بسهولة يتعالج. اوكي. زين. اللي احنا راح ننطيه بالفايشنت. التداقلات اللي احنا راح نسوي له. راح ننطيه بالفايشنت. راح ننطيه التعزيز بالتغذية. اه يمكن تغذيةها جديدة. اللي هي تحتو على فيتامين اه سي. وايضا اللي هي تبني الخلايا تساعد على بناء الخلايا وبناء الجروح. والبروتينات كلش مهمة. بعد نشجع على شرب سوائل كمية كافية. ومراقبة المبادات الحيوية واخذها بالوقت الصحيح حمالتها. اه بعض المريض والاسرة لازم يكون ادهم علم ودراية بنوع اللي لديك المريض. لازم احنا ننبههم انه هذا المبادل الحيوي راح يقع فترة طويلة ولازم يكون منتظم ولازم يكون بالوقت المناسبات لانه هذه الدورة تبدي اذا اكو قسم اربعة وعشرين ساعة هذا مفعول الدول يختلف عن اللي ابو اثنائة ساعة يعني ناخذ مرتين باليوم ويختلف عن اللي ابو اثمان ساعات اللي هو كث مرات باليوم ويختلف عن الابو سس ساعات اللي هو اربع مرات زين ايني. لازم يتكدوا من عنده لازم يقول الفلو اوب لازم هما يشيسهم. عفوا. المتابعة المريض. الحرص على اخذ اه الاعلاق ووقته والفلو اوب الفحوصات اي مرة ثانية. اذا كان اه عنده كسر التحديد الحاكمات زين ايني. اه شون نسوي نحن اليميتيشن اذا كان مسوي له اه تاكشن اكو قسم من ادهم. ويا هذا يصير ادهم كسر. فيسوي له تراكشن. اكو اه اينترنال اكو اكستيرنال. فهذا اه الانترنال اللي ما بيووند. بس الاكستيرنال دائما لجماعة اللي ادهم ووند. زين ايني. فينتبهون على هذي الرعاية المنزلية اللي تكون كلش مهمة. اللي وياها عناية بالنظافة التامة. اوكي. الفقرة الاخترة انا هي البروينشن في الاستيومالاتيس. شون انا اتوي البروينشن للأستيومالاتيس. احنا الاستيومالاتيس. احنا الوقاية من التهاب العظم والنقي مطلوب من عندنا الكفة الممجر عن التهاب اللي بالعظم والنقي مع العظم واللي احنا دائما ياخدون عينة من البون مورو. وكسب من عندهم حتى يشوفون اذا اكوا صعير اي احتمال احنا الله. هذي الانفكشن جوز سبب انه تلف في نقل العظم تغير انه من الانتاج للويت بلات سيل للريد بلات سيل تتحول لنا الى امراض ثانية الشخص في غنى عنها. فالكشف المبكر عنها وعلاجها بالشكل السريع حتى انه قلل من احتمالية الاصابة بالادوة المزمنة او العجز. اوكي? احنا اعرفنا شن نسوي للبيشينت مالتنا والعناية احنا ويكل فقراء اللي حجيناها اكو كان اكو تداخل بالعناية الطبية والتمريضية للمريض. اكو سؤال? انجم. شكرا للمشاهدة والمستشرة. ليست سعيدا. شكرا للمشاهدة. اوتي بروسي. شكرا للمشاهدة المشاهدة.